الورد رمز المعاني الإنسانية العذبة على مدار السنين يحمل في ألوانه وأشكاله المختلفة الكثير الكثير من القيم والأحاسيس الوجدانية الصادقة للتعبير عن مشاعر مقدميه فكثيرا ما يخلد موقفا إنسانيا أو معنا شفافا أو ذكرا جميلة في حياة الناس حتى أضحى للسعادة عنوان وللتكريم شعار وللحب رمز وللمواساة معنا الحديث عن الورد مجال وواسع وكبير غير أنه شكليا ما شرى لقابلية كبيرة عند الناس ويعبر عن مشاعر دافئة صراحة بشكل واسع سواء في التعبير عن الحب للوالدين عن التعبير للحب للزوجة للأصدقاء لها زيارة المريض فيستخدم الأشياء كثيرة ولتطوير المعاني الجميلة للغة الورد الصامتة سعى عشاقه لإضافة بعض إكسسواراته المصاحبة لتنسيقه في البوكهات فأدخلوا فازات الزجاج وصناديق الخشب وسلال المعدن ما جعل المهدى إليه يرتبط بالمناسبة حتى بعد أن يذبل الورد فيحتفظ بقالب الهدية لجمال المناسبة ومكانة مهديها بالنسبة للورد وقيمته في حياة الناس له استخدمات عدة يعبر عن أشياء مودة محبة معزة تهنئة كذلك أنك تتحمد بالسلامة لأشخاص مثلا في المستشفيات شخص سوى عملية ما هينا أو شيء الأمر الذي جعل الورد يدخل ضمن الخطط الرئيسية للتنشيط السياحي في كثير من بلدان العالم لتنظم الوهل المهرجانات في تسابق خلاق لتجسيد معنى الجمال والحب والإنسانية الورد أصدق الأساليب في التعبير عن الحب والمشاعر الصادقة نحو الآخرين ولكن بلغة صامتة سعيد الشهراني الإخبارية الجبيرة الصناعية